هداية بنرحب السادة المشاهدين وعايزين نلقي الضوء على فترة زمنية أنا بفضل الله سبحانه وتعالى توليت العمادة بكلية الدراسات العليا للبحث الإحصائية منذ عام 2017 حتى الآن أي ما يقرب من ست سنوات الحياة بناء على توجهات القيادة السياسية لكل قطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع التعليم وأخص التعليم الجامعي وما فوق الجامعي بحكم أننا كلية للدراسات العليا مؤسسة تعليمية لها تاريخ طويل أنشئت أكثر من خمسة وسبعين عام تقريبا سنة ألف تسعمية سبعة وأربعين أكثر من خمسة وسبعين عام فعلا هذه المؤسسة أنشئت تحت مظلة معهد الإحصاء ثم في فترة الستينيات صدر القرار الجمهوري باسم معهد الدراسات والبحث الإحصائية ثم في عام 2019 شهر خمسة تحديدا تغير المسمى إلى كلية الدراسات العليا للبحث الإحصائي كان الهدف من هذا الكيان والمؤسسي التعليمي المحترم هو نشر فكرة الوعي الإحصائي على مستوى مؤسسات الدولة المصرية والدول العربية المختلفة فبدأ هذا المعهد في حينه بدبلوم للدراسات العليا في تخصص الإحصاء ثم تطورت المراحل التعليمية فيه إلى أن أصبح بعديها ماجستير ودكتوراه وتم إنشاء أقسام علمية مختلفة أنا حبدأ أسردها ببساطة شديدة جدا الكلية في الوقت الحالي بقى بناء على توجهات فعلا القيادة السياسية زي ما أنا قلت من قبل أن لا تقدم بدون تعليم طيب لو إحنا أخذنا خريج الجامعات وتعينوا ومسكوا مراكز مرموقة في جهات مسؤولة سواء في مصر أو خارج مصر لا بد أن نعمل لهم تحديث في معلوماتهم التحديث دي جاي منين؟ من خلال مواصلة هؤلاء الناس لدراستهم العليا سواء في مرحلة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه الحياة الكلية وهي كلية الدراسات العليا للبحث الإحصائية اللي احنا بنتكلم عنها فتحت المجال لكل المتخصصين في كل مؤسسات الدولة سواء في مصر أو خارج مصر من ضمن البرامج اللي احنا نفزناها بناء على رغبة القيادة السياسية ودعم جامعة القاهرة في ظل رئيسها الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت وكل قيادات الجامعة الكلية تنوعت فيها برامج سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي قبل عام 2017 الكلية كانت عدد طلابها وهي كانت في ذات الوقت معهد الدراسات والبحث الإحصائية أعتقد ما كانش يعدي الـ 500 طالب أو الـ 600 طالب ولكن بعد عام 2017 ودخولاً على عام 2018 و2019 حتى الآن وتغيير اسم المعهد إلى كلية الدراسات العودية البحث الإحصائية تم إنشاء حزمة من البرامج المهنية وكلمة البرامج المهنية هي التخصصات اللي بيحتاجها كل قطاع في الدولة المصرية أو في الدول العربية الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لأن احنا بنقسه بالأعداد والأرقام لما عملنا الحزمة من هذه البرامج حذكر أولاً هذه البرامج يصل عددها في كلية الدراسات العلية للبحث الإحصائية حتى التاريخ اللي أنا بنسجل فيه حالياً عشرين برنامج وكل برنامج من هذه البرامج يمنح درجة دبلوم الدراسات العلية ثم الماجستير ثم الدكتوراه هتكلم عن عدد منها يعني عينة مش هنحصرهم كلهم يعني على سبيل المثال برنامج إدارة المخاطر والأزمات الحقيقة هذا البرنامج لاقى قبول شديد جداً من الدارسين ومؤسسات الدولة بالفعل بدأت تدفع جميع موظفيها على مستوى القيادات العلية كمان إنه يدرسوا في هذا البرنامج وبرنامج آخر اسمه برنامج الإدارة الحديثة للموارد البشرية وبرنامج آخر إدارة المشروعات وهندسة البرمجيات وتصميم المواقع والضبط الإحصائي وتوكيد الجودة برامج متعددة وبرنامج إدارة المستشفيات والخدمات الصحية الحقيقة حزمة من البرامج عددها عشرين برنامج زي ما أنا قلت ده إحنا قسنا نجاح هذه البرامج من خلال إقبال المؤسسات والعاملين بها للدراسة في هذه البرامج بالكلية وصل عدد الدارسين في هذه البرامج بالكلية الحمد لله أكثر من أربع تلاف طالب مصر ستظل لا هضور ريادي في كل مجالات ومناحي الحياة طبقا لتوجهات القيادة السياسية فأنا لو كنت هتكلم عن قطاع التعليم واحنا جزء من قطاع التعليم الجامعي وفوق الجامعي الحقيقة تواصلنا مع كل المؤسسات والجهات لإخواننا العرب في الدول المختلفة سأعطي مثال على سبيل مثالا مثلا السعودية الإمارات البحرين الكويت دول متعددة هؤلاء القيادات في هذه الدول لما تم التواصل معهم وقلنا لهم عن برامجنا اللي إحنا عملناها وأنشأناها في الكلية وتم البدء فيها لا قد إقبال غير عادي وشاهد على ذلك منصة إدرس التي تقوم بالتواصل معنا اللي هي إدارة الوافدين إدارة الوافدين الحقيقة كان فيه تعليمات إننا إحنا نسهل كل الإجراءات مع هؤلاء يعني عندنا على سبيل المثال وليس الحصر شرطة دبي في السعودية أيضا أنا بدي مثال بس يعني في ذهني لكن الحمد لله كل الجهات في كل هذه الدول إدينا تعليمات لإدارتنا هنا في الكلية بالتعاون مع هؤلاء بداية من تسليمهم أوراقهم عن طريق موقع الكلية الإلكتروني وما بيجوش يعني بيبعثوا لنا الورق الأول وبعد كده احنا بندرسه وبنفحصه وبعد كده بنقوله إن هذا الورق اللي هي الشهادات ينفع إن الدارس يكمل عندنا بنوجهه على إن هو يستكمل أوراقه عن طريق إدارة الوافدين ومنصة إدرس وهذا معلوم للجميع والحقيقة يعني الكلية أيمة بهذا الدور بنجاح جدا والدليل على ذلك إن أعداد الوافدين ده دليل إن أعداد الوافدين بتزيد سنة عن سنة عندنا مش عايزة أقول الزيادة أضعاف أضعاف الحمد لله رب العالمين والشكر المتواصل من هؤلاء الدارسين لإدارة الكلية وإدارة الجامعة على إن مصر تقدم هذه الخدمة لأبنائها من العرب وهذا أمر وتكليف من القيادة السياسية هذا الأمر بيصل إلينا سواء كان مكتوبا أو شفاهيا بتقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا من الدول العربية الشقيق وعملنا بروتوكولات متعددة مع هذه الجهات على غرار البروتوكولات التي نعملها مع المؤسسات المصرية الكلية أدت دورها بنجاح في هذا الأمر والحمد لله أدعو الله عز وجل أن تستمر في تقديم خدمة اللي دفع الكلية في هذا الأمر أن هناك مقررات تتماشى مع العصر معظمها لو تكلمنا عن الزكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والماشين ليرننج والديبلين وعلم وعلم البيك داتا كلها اللي هو لغة العصر الحمد لله كلية سباقة الكلية سباقة في هذه العلوم وبناء عليه لاقة إقبال كبير جدا من جميع مؤسسات مصر ومؤسسات الدول العربية الكلية تمتاز بأقسام علمية متفردة مجتمعة مع بعضها في كيان واحد وهي كلية الدراسات العلوم البحث العصائي هذه الأقسام هي اللي سمحت لنا إن احنا نعمل برنامج منفرد وهو علوم البيانات الداتا ساينس الداتا ساينس هو علم يشمل زي ما أنا قلت قبل كده تلت علوم لا غنى عنهم في جميع مجالات ومناح الحياة علوم الرياضيات وعلوم الحاسب وعلوم الإحصاء كل مؤسسات الدولة النهاردة معتمدة على هذه العلوم اللي في مجملها هناك زكاء زكاء الصناعي الزكاء الاصطناعي النهاردة هتلاقى أي مجال مجال طبي مجال زراعي مجال أي مجال مجال صيدلي الكل فيها الدارسين اللي فيها تلاقيهم خرجين صيدلة وخرجين هندسة وخرجين طب وزراعة وحقوق وأداب كل التخصصات بتدرس وأنا حدي مثال بسيط عندنا طالب لسه متواصل معايا من فترة قليلة جدا درس في هندسة البرمجيات عندنا وسافر إلى ألمانيا للعمل هناك أنا لقيت الطالب باعتلي بقول لي أنا بدل ما كنت رايح ببحث عن عمل مسكوني رئيس فريق العمل على الألمان بناء على ما درسته وعلى خبرتي اللي أنا تعلمتها في حياة العملية في مصر والدراسة اللي أنا درستها في برنامج هندسة البرمجيات فده شيء يدعو للفخر للمصريين وللكلية ولجامعة القاهرة الحية إذا كنا هنتكلم عن الميزة التعليمية والخدمية اللي بتقدمها الكلية من خلال جامعة القاهرة العريقة لكل مؤسسات الدولة المصرية وما زلت أركز أقول على إخواننا في الدول العربية يعني 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 ليه أنا بقول في الدول العربية الكلية يصل عدد الوافدين فيها يمكن يعدل 500 طالب النهاردة من الوافدين وأنا بأشرف بدراسة هؤلاء الدارسين اللي مسكين مراكز قيادية في دولهم وده معلوم علم اليقين معلوم علم اليقين عند معلوم هذا الأمر معلوم علم اليقين عند قيادات جامعة القاهرة ومؤسستها إن الكلية فيها يعني من الدارسين المحترمين اللي بيتقلدوا مناصب في دولهم فده إن دل فيدل على أهمية هذه البرامج وأهمية الكلية والخدمة اللي بتقدم إذا قلنا إن الكلية بتقدم خدمة تعليمية محترمة ونجحت في ذلك فكانت لها الصبقة إن هي زودت من مواردها الزاتية الحمد لله رب العالمين وده عائد على حتى الأعضاء التدريس والعاملين بالكلية فده شيء أنا يعني بيسعدني أنا شخصية إذا قلنا للعامة يعني مين هم الطلبة اللي هيدرسوا في الكلية هم كل من هو حاصل على مؤهل عالي سواء من جماعات مصر الحكومية أو الخاصة أو من الدول العربية إذا كانت من الجماعات الخاصة أو العربية أو المعاهد التي تعطي درجة البكاريوس فبنحتاج شهادة المعادلة من المجلس على الجماعات لو إحنا اتكلمنا عن فكر وتوجيهات الخيادة السياسية أيضا خلال هذه الفترة لقينا إن الزكاء الاصطناعي هو أهم عناصر النجاح وهو أهم العناصر اللي دخل في كل المجالات في كل المجالات الحياتية الكلية نظرا إلى حزمة البرامج المهنية الموجودة فيها المحترمة ومنها هندسة البرمجيات زي ما أنا قلت وتصميم المواقع فهو ستة أقسام علمية أكاديمية قسم الإحصاء الحيوي والسكاني قسم الإحصاء الرياضي قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي قسم علوم الحاسب قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات قسم بحوث وإدارة العمليات هذه أقسام العلمية الأكاديمية تمنح درجة الدبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه برضو الطلاب بتوعنا هم كل من هو حاصل على درجة جامعية له الحق أن يلتحق بالكلين لكن أنا عايز أركز على قسم علوم الحاسب وقسم نظم وتكنولوجيا المعلومات إذا كانت الدولة المصرية طبقا لتوجهات القيادة السياسية بأهمية الزكاء الاصطناعي فكنا ككلية وكيان محترم تابع لجامعة القاهرة بتوجهات برضو من معالي رئيس الجامعة الأستاذ دكتور محمد عثمان الخشت عملنا برنامج علوم البيانات هذا البرنامج يعني عايز أقول هو لغة العصر في الوقت الحالي هذا البرنامج يعني يضم مجموعة من العلوم المختلفة أو تحت مظلة مجموعة من العلوم المختلفة علم الإحصاء علم الرياضيات علم علوم سواء الأكاديمية أو المهنية وأنا بركز كمان على المهنية كميع رسائل البرامج المهنية لا علاقة بشركات و و و و و مؤسسات لما يتعمل رسالة ونكون منائش فيها بالصدفة ألاقي أن الرسالة من أهم نتيجها أنه قلل المدة الزمنية للإنتاج و زود المدة الزمنية و أقلل التكلفة وزود الربح ده شيء عظيم أنا أحترمه يعني هناك تجانس كبير جدا ما بين رسائلنا العلمية في الكلية والتطبيق على الشركات وعلى مؤسسات الدولة أما بالنسبة لي على سبيل المثال وليس الحصر الكلية عاملة مجموعة من البرتوكولات منها على سبيل المثال وليس الحصر كلية الشرطة والحمد لله اسألوا كلية الشرطة على النجاح اللي الكلية عاملها معها و مؤسسات أخرى ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جاري إعداد البرتوكول بتاعها حالا وشركات أخرى متعددة عاية 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 أقول لأن الأهم من التوجهات هي المتابعة وأتوقع ومش أتوقع ومؤكد أن المتابعة يوم بيوم وده اللي خلى كلية من كليات جامعة القاهرة العريقة العتيدة وهي كلية الدراسات العليا البحوث الإحصائية أن تصل إلى هذا النجاح والتفوق بدعم الدولة المصرية وبدعم جامعة القاهرة أحب أقول أن الكلية لها ارتباط وسيق بالمجتمع المدني إحنا كلية فيها قسم متفرد أيضاً مش موجود في الجامعات المصرية ولا في أي مكان بهذا المسمى وبهذا الدور اللي بيقوم به القسم ده اسمه الإحصاء الحيوي والسكاني هذا القسم في عمالقة السكان في مصر أسد زيتنا الكبار القسم ده له دور محترم في مواجهة المشكلة السكانية وأبعادها المشكلة السكانية كما يعلم الجميع بنمثلها أو الزيادة السكانية اللي نتجهة اللي بتؤدي إلى مشكلة السكانية بنمثلها بوعاء بدون قاعة كل ما بتعمل تنمية كأنك بتزود في التنمية والوعاء مالوش حاجة تقفله من تحت فنازل على طول التنمية بتاعتك مش قادرة تظهر نظراً للانفلات السكاني الانفلات السكاني أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن تكون الكلية لها دور أكبر في هذا الانفلات السكاني من خلال خبرتها الأكاديمية والمهنية فحأعطي مثالاً الكلية عاملة بحثين بحث عن العشوائيات وخصائصها في المناطق المحيطة بجامعة القاهرة وكان له نتائج وتوصيات محترمة والبحث الآخر الذي ما زلنا في إعداده حتى الآن هو عن المشكلة السكانية وأبعادها وتداعيتها وإزاي نوصل إلى أفضل الحلول لها وإن شاء الله نصل في هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات التي تفيد الدولة المصرية وتؤدي إلى لمس المصريين لكل ما يحدث من تنمية لأن الناس لازم تاخد بالها أن زيادة عدد السكان بتلتهم أي تنمية بتحصل ودي مش عندنا بس في كل دول العالم